يسلك الضوء سلوك الموجة وأحياناً سلوك الجسيم ومثال على السلوك الجسيمي للضوء هو التأثير الكهروضوئي الذي تحدث عنه أينشتاين افترضوا أن لديكم قطعة فلزية وكما تعلمون الفلزات تحمل إلكترونات سأرسم واحداً هنا وهذا الإلكترون مقيد بالفلز الموجود بسبب انجذابه إلى الشحنات الموجبة في نواة الفلز إذا صلتتم على هذا الفلز نوع الضوء الصحيح بالتردد الصحيح يمكنكم تحرير بعض هذه الإلكترونات ما يؤدي إلى جريان تيار إلكترونات الأمر يشبه حدوث تصادم بين جسيمين إذا افترضتم أن الضوء هو جسيم سأرسم جسيم ضوء والذي يسمى بالفوتون وهو عديم الكتلة سيصطدم هذا الفوتون بالإلكترون وإذا كان لدى الفوتون كمية كافية من الطاقة يمكنه تحرير الإلكترون سأوضح لكم الأمر هذا هو الإلكترون المتحرر وهو يسير بهذا الاتجاه بسرعة متجهة مقدارها V إذا كان للإلكترون كتلة مقدارها M سيمتلك طاقة حركية الطاقة الحركية للإلكترون تساوي نصف ضرب MV تربية هذا الإلكترون المتحرر يسمى بالإلكترون الضوئي والفوتون الواحد ينتج إلكترون ضوئيا واحدا وإذا فكرتم في الأمر من منظور الفيزياء الكلاسيكية فإن الطاقة محفوظة لكن ماذا يحصل لطاقة الفوتون الداخلة؟ نرمز لطاقة الفوتون بE فوتون جزء من هذه الطاقة كانت لازمة لتحرير الإلكترون أي أن الإلكترون كان مقيدا وجزء من طاقة الفوتون حرر الإلكترون وسنرمز للطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون بE0 أما باقي الطاقة فتتحول إلى طاقة حركية للإلكترون الضوئي ونرمز للطاقة الحركية للإلكترون الضوئي الناتج بKE فوتو إلكترون لإيجاد قيمة الطاقة الحركية للإلكترون الضوئي اطرحوا E0 من طرفي المعادلة تجدون أن الطاقة الحركية KE تساوي طاقة الفوتون ناقص الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من السطح الفلزي ويسمى الرمز E0 بدالة الشغل وتختلف دالة الشغل من فلز إلى آخر ودالة الشغل هي أقل كمية طاقة لازمة لتحرير الإلكترون لذلك تختلف قيمتها حسب الفلز الموجود دعونا نحل مثالاً على ما سبق إذا استضم فوتون طوله الموجي 525 نانومتر بفلز السيزيوم حيث دالة شغل السيزيوم هي 3.43 ضرب 10 أس سالب 19 ما هي السرعة المتجهة للإلكترون الضوئي الناتج؟ لإيجاد السرعة المتجهة عليكم أولاً إيجاد الطاقة الحركية للإلكترون الضوئي الناتج والتي تستخدمون هذه الصيغة لإيجادها وأخبركم السؤال بقيمة دالة شغل الفلز أي E0 لكن طاقة الفوتون مجهولة لذلك عليكم حسابها حتى تتمكنوا من حساب الطاقة الحركية إذن طاقة الفوتون تساوي ثابت بلانك H ضرب التردد الذي يرمز له عادة بالرمز NU في هذه المعادلة لديكم التردد لكن القيمة المذكورة في السؤال هي الطول الموجي لذلك عليكم التعبير عن التردد بدلالة الطول الموجي ويمكنكم فعل ذلك باستخدام الصيغة C وهو سرعة الضوء يساوي الطول الموجي لامدا ضرب التردد NU اقسموا طرفي هذه المعادلة على لامدا تجدون أن التردد يساوي سرعة الضوء على الطول الموجي عوضوا هذه القيمة في المعادلة الأصلية هنا طاقة الفوتون تساوي HC على لامدا حسناً H هو ثابت بلانك وهو 6.626 ضرب 10 أس سالب 34 وسي سرعة الضوء وهي 2.998 ضرب 10 أس ثمانية متر لكل ثانية تقسيم الطول الموجي لامدا وهو 525 نانو متر ويساوي 525 ضرب 10 أس سالب 9 متر استخدموا الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج النهائي 6.626 ضرب 10 أس سالب 34 ضرب سرعة الضوء وهي 2.998 ضرب 10 أس ثمانية والآن نقسم الناتج على 525 ضرب 10 أس سالب 9 والناتج النهائي هو 3.78 ضرب 10 أس سالب 19 إذن طاقة الفوتون تساوي 3.78 ضرب 10 أس سالب 19 والوحدة هي الجول لاحظوا أن طاقة الفوتون الناتجة أكبر من دالة الشغل ما يعني أن طاقة هذا الفوتون كبيرة ويمكنها تحرير الإلكترون وتذكروا أن هذا العدد هو أقل طاقة لازمة لتحرير الإلكترون ولقد تعدت طاقة الفوتون هذا القدر من الطاقة لذلك ينتج إلكترون ضوء A إذن طاقة هذا الفوتون كبيرة بقدر كاف لإنتاج إلكترون ضوء A الآن حاولوا إيجاد الطاقة الحركية للإلكترون الضوئي الناتج ولذلك استخدموا هذه المعادلة الطاقة الحركية للإلكترون الضوئي K-E تساوي طاقة الفوتون ناقص دالة الشغل ويساوي 3.78 ضرب 10 أس سالب 19 جول ناقص دالة الشغل وهي 3.43 ضرب 10 أس سالب 19 جول استخدموا الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج لديكم طاقة الفوتون جاهزة على الآلة الحاسبة ما عليكم فعله فقط هو طرح 3.43 ضرب 10 أس سالب 19 منها ويساوي 3.5 ضرب 10 أس سالب 20 إذن الطاقة الحركية للإلكترون الضوئي الناتج هي 3.5 ضرب 10 أس سالب 20 جول تعلمون أن الطاقة الحركية تساوي نصف ضرب MV تربيع والمطلوب في السؤال هو إيجاد السرعة المتجهة للإلكترون الضوئي كل ما عليكم فعله الآن هو تعويض كتلة الإلكترون وهي 9.11 ضرب 10 أس سالب 31 كيلو جرام ضرب V تربيع يساوي 3.5 ضرب 10 أس سالب 20 جول لديكم 3.5 ضرب 10 أس سالب 20 اضربوه في 2 تحصلون على هذا الناتج ثم تقسمون الناتج على كتلة الإلكترون وهي 9.11 ضرب 10 أس سالب 31 ويساوي هذا العدد والآن خذوا الجذر التربيعي له ويساوي 2.8 ضرب 10 أس 5 إذن السرعة المتجهة للإلكترون الضوئي الناتج تساوي 2.8 ضرب 10 أس 5 متر لكل ثانية إذا زدتم شدة هذا الضوء أي إذا كان هناك المزيد من الفوتونات يزداد عدد الإلكترونات الضوئية الناتجة الآن افترضوا أن الطول الموجي للضوء تغير فأصبح 625 نانو متر ماذا يحصل الآن؟ يمكنكم اختصار الوقت وتعويض 625 هنا بدلاً من 525 لحساب الطاقة وعندما تعويضون 625 ضرب 10 أس سالب 9 هنا تحصلون على 3.2 ضرب 10 أس سالب 19 جول وهذا العدد أقل من دالة الشغل وبما أن هذه القيمة أقل من دالة الشغل لا ينتج إلكترون ضوئي لذلك يجب أن تكون طاقة الفوتون كبيرة بما فيه الكفاية لإنتاج إلكترون ضوئي ولا يهم فعلاً إذا زدتم شدة الضوء أي أنه إذا كان هناك المزيد من الفوتونات لكن بنفس الطول الموجي هذا لن تنتج أي إلكترونات ضوئية وهذه هي فكرة التأثير الكهر ضوئي والتي تعد إحدى الأمثلة على السلوك الجسيمي للضوء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر